بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقت فأثره إلى يوم الدين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بخصائص لم تكن لأحد من قبله ولن تكون لأحد من بعده صلى الله عليه وسلم بالحسن ما خلق المهيمن مثله بين البرية كلها إنسانا من خصائصه المصطفوية ومن شمائله المحمدية أن الله جل وعلا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به يقول سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا بسيدنا رسول الله القرآن قديم بقدم الله فالقرآن كلام الله الأزلي مكتوب في القرآن الكريم لتؤمنن به ولتنصرنه أي أن نبوة سيدنا رسول الله كانت قبل خلق بني البشر جميعا كانت قبل خلق آدم وقبل خلق حواء وقبل خلق جميع الأنبياء والمرسلين يوضح هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم عندما سئل متى كنت نبيا يا رسول الله فقال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وروى الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال معرفا بنفسه إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته يعني مكتوب في علم الله الأزلي أن سيد الخلق هو خاتم الأنبياء والمرسلين قبل أن تنفخ الروح في سيدنا آدم سبقت نبوته وآدم طينة فله الفخار على جميع الناس سبحان من خص النبي محمدا بفضائل تتلى بغير قياسي فضائل ليست لأحد إلا لرسول الله فهو حبيب الله وهو المقدم بين يدي الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين كل الأنبياء بشروا به ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء ثم يحدثنا عن نفسه ويقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشر عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت في المنام أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصر في أرض الشام وكذلك أمهات النبيين يرين أنا دعوة أبي إبراهيم الخليل عليه السلام لما نزل بمكة ونزل بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم دعا ربه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني في أهل مكة ابعث فيهم منهم رسول يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فاستجاب الله لدعوة الخليل فبعث من أهل مكة رسولا منهم ومن نسل إبراهيم لأن الحبيب الشفيع هو من عدنان من نسل عدنان وعدنان جده سيدنا إسماعيل وإسماعيل ولد سيدنا إبراهيم لذا نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أمرنا الله أن نصلي على إبراهيم ردا للجميل الذي دعا به للنبي مرة ونحن ندعو له في كل صلاة مرة نسأل الله جل وعلا أيطلعنا وإياكم على أنوار وأسرار خصائص الحبيب الشفيع اللهم آمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته